عادت حالة الفنان حزيم إلى التأزم من جديد حيث انتشرت صور أصرت زوجته على نشرها تظهر الألم الشديد الذي يعانيه الفنان القدر لكننا لا نستطيع نشرها احتراما لخصوصية المريض وطالبت زوجة حزيم التدخل العاجل للسلطات من أجل نقل زوجها للعلاج في الخارج وقالت في تصريح تم تداوله على منصة الفيسبوك زوجي في حالة جد حرجة حالته الصحية متظهرة جدا أتمنى التكفل بحزيم ونقله للخارج عاجلا قبل فوات الأول كما نشرت السيدة خالدية فيديو جديد وجهت فيه رسالة إلى رئيسي الجمهورية بعدما طارقت الكثير من الأبواب لنتابع جمع درسى ممسيو البرزيدان عبد الماجيد بتبون من فضلك ياسيد الرئيس استقبالي لاني دلت لك دمان دوديانس من فضلك استقبالي جي تخبئي دان تولي فرط واحد ما استقباليش بقيت لي غينتا وربي التاب لپر دلالجيري لپر تانا ما هات نتاب واحد من تكلو علي بقيت غينتا ياسيد الرئيس استقبالي برحمة الوالدين هذا مكان حزيم رحمة بزيف طبعا سبق لرئيسي الجمهورية عبد الماجيد تبون وأن أمر بتحويل الفنان إلى المستشفى العسكري الجهوي بوهران لتكفل بحالته كيف تفعل الجزائريون مع مرض بطل السلسلة الشهيرة بلا حدود هنا تعليق لعبد الماجيد بالرفاس قال ما هذا التفكير اللاعق لاني إن لم ينقل للخارج فقد فات الأوان الله رب الناس اشفي أخونا حزيم أمين رحاوي يشارك برأيه وكتب ربي شفيه إن شاء الله ممثل كبير يستاهل التكفل بحالته ليلى تعلق قائلة ربي شفيه ويعافيه ونتمنى أن تلتفت الجهات الوصية لهذا الفنان القدير شاهدوا ماذا كتب عبد الكريم باب عمر ربي شفيه إن شاء الله قبل رئيس الجمهورية وقبل وزارة الثقافة أين هم أصدقاء الفن ونختم بتعليق ناصر الذي دون تعليقا قال فيه الله يشفيه ويعافيه الأطباء يعرفون عملهم على ما أظن إنهم يقومون ويعالجونه ويقدمون له العناية اللازمة وأنا لكل الثقة في أطبائنا المهم الله يشفيه ويعافيه واللهم شفاء عاجلا له ولجميع المرضى مشاهدين الكرام هذه أخبارنا إليكم غدا بحول الله يمون جديد إلى الله